مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي مرادين يكون عندكم كإحتياط وحتى الناس اللي يسولوني بشة في الصيف ولا في جو البريد لا ديما البكاربونات السوديوم يكون عندكم لا بالنسبة للصغار لا بالنسبة للكيفار ويعني نريد أن نخصوها بالنسبة للصغار إن الصغار من يكونوا يعني يالله تزادوا كيبدوا يأكلوا إلا ما كيكونواش عارفين يعني كيفاش يتعاملوا مع يعني الأمور ممكن أنهم يبحل هاد الماء هذا أنتم ما هو تبارك الله راكين مجموعة من الأرانيب هنا وهاد الماء هذا إذا رحتوا أنه نقي يعني مشي عكس الصغار الصغار كيبقوا يعني يوسخوا فيه كيبقوا نفس الوحص يشربوا منه وعاود الناس لديلين يعني يعني علافات غير في الأرض يعني يعني يعطيون مكلة في الأرض لذلك الصغار ممكن أنهم يأكلوا من هادك الأسبان كونوا متأكدين مني كيوقع هاد المشكل ديال أنهم مني كيأكلوا من يعني الأوساخ ديالهم كيوقع لهم انتفاخات اسموه يعني الضرار اللي كيوقع ببعد الانتفاخ وهو أنه الأرنب كيبقى مقاء كيتحصر وما كيقدرش إياكل كيبقى بهاديك الانتفاخ دياله حتى كيموت يعني الحل وهو كالتالي بيكاربونات السوديوم راه يعني يلاقي كيكم أنه حل معجيزة سبحان الله يعني في الفلاس كي يشهدك الأرنب وممكن هاد البيكاربونات السوديوم تجربوها حتى الإنسان يعني تنتمى الناس اللي مرادين بالمعدة يعني مثلاً كي يكل شي حاجة ومثلاً المناضة كيلي كيشرب مناضة بزاك خصوصاً في فصل الصيف كيكون جو حار كيشرب المناضة سموكي وقاعك تلقى رأسك أنك يعني مزيّر وما قادرش يعني كتخانف كالشكل يعني كتقول باللي أراني مزيّر كونوا متأكدين أن نصر معلقة من نصر ملعقة من هاد البيكاربونات السوديوم ممكن أنها تفيد بالغرض يعني كتولي خفيف يعني كتفش يعني كتفش يعني كنقولوا بحاجة شكلية لها نقولوا شربتي شي شي ذاك الأنواع دي المناضة اللي كتتقلص المعدة يعني كتكون الإسم ديالها مثلاً شوي بسنا بدون يعني ما نشهرو شي 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 أنواع من المناضة المهم كيلي كيشدت الدواء يعني باش كرشوق يعني كيكون مزيّر كونوا متأكدين هاد بيكاربونات السوديوم راه رخيص في الثامن ورغم رخص الثامن أنه يفي بالغرض يعني الناس اللي عندهم تصر بيدي الأراني بضروري أنهم يديروا واحد المعلقة مع الماء يعني مع الماء الأراني بديلهم الثامن دياله هو رخيص الثامن يعني هاد الباكية في الفرماسيين كتدير كتدير ربعات درهم وكين يعني في الأسواق جوج باكيات من هادو جوج باكيات كديروا خمسة درهم يعني جوج درهم ونصر هاد رانيا عادت سعملت منها كتكوف ميكة عادية ها كو وفيكونه دياله في المواطة هاد الشكل دياله هاد يربحل الشكل ديال الملح غيهية مطحونة أكثر يعني بودرة رقيقة يعني كتدير لنا واحد معينقة وكتديرها لهم مثلا في طرو ديال الماء وتعطيها لهم يشربوها هاد الطريقة هادي ممكن تديروها وخم يكونوش مراضي يعني هي كتدخفف عليهم يعني اكتمنى بديالها رخيص جوج درهم ونص ممكن انها تضرب لك واحد الموهد ده جوج درهم ونص مشي شي حاجة ممكن انكم تسعملوها تنتومة يعني صولوا عليها هي كتنفع ما كتدرش ممكنش انها تدركم اي واحد ممكن انه يتناولها وما تدروش يعني هاد بيكاربوناتسوديوم شو عش ما كتدير الارانب كتخليهم خفاف يعني الناس اللي كيعانيوا من الارنب منتافخ يعني عنده انتفاخ وخصكم تراقبوا الارانب ديالكم إذا كان فيهم انتفاخ يعني إذا كان في انتفاخ را كيتفرز اللور ووحد القنط وكيبقان فروز ما كيقدرش يياكم انتما كيبالكم أنه بصحة جيدة وراغي منفوخ ومشي منفوخ يعني بالصحة دياله يعني منفوخ صحيح ولكن را منفوخ هالو كرشو ورا تتحصر ومقادرش يياكم فيبقى هكاك هكاك حتى يموت يعني كتدير وحد نار طايح ما كتسعر سموه السبب وقد لقى كرشو منفوخة نينتوفو كرشو منفوخة اي بيكاربوناتسوديوم عنتوما راها كتبع في الفورماسيال وممكن تلقوها في الأسواق هيا بيكاربوناتسوديوم عنتوما بيكاربوناتسوديوم عنتوما بيكاربوناتسوديوم وهي الاسم الحقيقي دياله بيكاربوناتسوديوم يعني كما تكون في الأول خاصة ضروري تكون عندكم في الصيدلية الصغيرة ديالكم كما تكون عندكم مواد أخرى ديال التربية أدوية ضروري يكون عندكم بيكاربوناتسوديوم إذا الحلقة ديالنا هي هذه راها حلقة مهمة موخا يعني راها قصيرة ولكن بيكاربوناتسوديوم راها مهمة في تربية الأماني يعني راها بتجريبة هالشراكة نقول لكم بتجريبة إذا كان اعتذر لطول ديال الشحل اللي ما دفقكم في فيديويات نظرا للظروف الصحية كان شكوكم على التعليق الطيبة ديالكم الناس اللي مازالين مشاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادير الدعم ديالكم ما تنسوناك بجرجام وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله